مرحبا بالخبير المحاسبة نيس الوهابي سيانيس مرحبا بك أهلا وسهلا ورمضانكم مبروك شكرا لك على قبول الدعوة بشنا نطلق من سؤال بازيك السهل المنتنع عليش احنا مستحقين انه تتبدل هالمجلة هذية وعليش هي شوية اخرتنا نمشو الى فكرة الاهتمام لكن احنا عليش نحبوها تتبدل على خاطر مجلة صرف متع تونس طعام لتقبل عام 76 في جامعة 76 قبل ما يتخلق الارضيناتور قبل ما تخلق الانترنت قبل ما يخرجوا التليفونيت البرتابل قبل برشة حاجات اي اذا ما تخرج للتقاعد على خاطر تونس بالمجلة الصرف هذية والتي نحسه فيها بمعزل معزول على العالم معزول على المعاملات الاقتصادية في العالم الاستثمار الخارجي متقلق احنا حشنا بالاستثمار الخارجي في تونس طوى في مستوي 2.5 مليار دينار في العام اللي يعتبر شوية بالكل والاستثمار الخارجي ما تساعدوش في مجال التصرف كما اللي عنا على خاطر مؤسسات تونسية اليوم تحب تخرجوا البرتابل وتحب تخدم وتسهل على روح حياتها وتمشي تتطور وتمشي لفريقيا وديما نقولوا لتونس بوايب تفريقيا وتونس عند علاقات كبيرة مع أوروبا وتونس وعنا المستثمرين التوينسا يحبوا يخرجوا البرتابل ويعملوا معامل وشركات ويشاركوا في المعارض إلى غير ذلك على خاطر الكفاءات التونسية اليوم الخبراء بأنواحهم الكل اللي قاعدين يبيعوا في خبرات تحن في العالم الكل اليوم عندهم مشكلة كبيرة في ما يخص مجالة الصرف لأنه اللي نجم يتحرك لنجم يكون عنده كارت بانكير كيف غيره لنجم يكون عنده بايبال لنجم يكون عنده كل المعاملات هذه بكوها برشا قيوت على خاطر اللي جون امتاعنا اليوم اللي فريلانسور اللي قاعدين يخدموا يبيعوا في القيمة المضافة للعالم الكل محصوري عنده حل مثنين يقعد في تونس ويقعد يعني تريليميتيف ولا يجب يخرج البر وكأنه بلغة أخرى إذا كان من توروش قانون الصرف نحب نقوله للتونسا اللي يعاجبوا الوضع هذي اللي هنا يقعد ولي مش عاجبوا يجب يخرج من تونس ولا يقعد في تونس ويتعقرب على خاطر برشا قاعدين يتعقرب وزيد شو كيفاش دوك شمال يتهر ونقولها أون ترقي مش معناه يلقى حل يلقى حل متاع شكون عنده كرت بانكير البرة ولا شكون يعملوا دوميسيلياسيون ولا شكون تونس قاعدين يتصرفوا ولا شكون يخلصوا أوروه البرة ولا الدولار وهو يعطيه فلوس في تونس دينار هذا اللي سعير هذا شقاعد يصير وثم زميل نحييه صبيح بارك يحكي لي ومتلت بعضها روتون ونشوفوا الاهتمام اليوم الكبير على قانون الصرف اليوم مثلا الوليدات الصغار بش ياخذ ليجو فيديو يشري في الوروب بربع دينارات يعني ثم سوق موازية قاعدين نشجعوا فيها بشت عمل في البلاد نشجعوا في التوينسي بش يتعاقربوا ونشجعوا في التوينسي جدا بش يخارفوا القانون لأنه ثم شريحة من التوينسي اليوم خاصة من اللي جانبتنا ولا يقول لك ما عاد شي يهمني في القانون متاعك هذي متاع الصرف أنا نعم اللي نحب وتحب دخلني الحبس دخلني الحبس مع العلم وأنه تونس صحة على اتفاقية متعتباد المعلومات على حول اللي تعرف اليوم هذا مؤخرا صاري وزارة المالية اليوم في تونس نجم تطلب من الدول اللي هي مشاركة أكثر من 120 دولة في العالم تقولوا التوينسي المقيمين في تونس هش عندهم حسابات مالية عندكم وهذا يزاد يخلق نوع من الفزع والخوف عند التوينسي اللي تعقربت في وقت من اللوقات واللي المنظومة دزتها باش تتعقرب باش اليوم تولي عندها مشكلة كبيرة يسر ومش هذا الهدف هدف مش مش نخوف الناس احنا في تونس متفاهمين متفاهمين هنا جايينو شوي اخر في علاقة بتغيير هال المنتال هذا الكل تغيير هالأجواء هذي الكل اليوم شو مطالب المؤسسات إذا كان نجي تقولي أنا التبديل لازم رأنا تخنى فيه مش الوقت البدل الضائع رأنا البرم الزمان والبرم المكان والبرم العالم شو مطالب المؤسسات هو بقانون الصرف اللي عنا كما قلت نحكي خرجنا من الجغرافيا يعني ما عادش محسوبين في اللي فينانسي انترنسيونول احنا تويسا ما عاش حاسبيد رويحنا مش حتى غيرنا المثال اللي حكيت عليهم بك البيبال بايبال اليوم كي تشبد الخريطة متاع الدول اللي فيهم بايبال ما تلقيش تونس وراي ما هيش سهلة بايبال مش شوي عليش لأنه اليوم ثم عديد المؤسسات في العالم ما تخلص كم بالبيبال أو بغيرها من أبل باي ولا غيرها أرزمولي نحن نجمو نسميهم على خطر مو مش وجدين في تونس ما نش نعمو في بيبال هذهم الكلهم نحن خارجهم الكل شو عنا مشاكل في تونس عنا مشاكل على العمليات اللي ممنوعة مثلا تونس اليوم ما عندوش الحق يحل كونت البر تونس اليوم إذا كان عندو حساب إذا كان قاعد يعمل في التصدير يدخل في الفلوس من البر عندو الحق يحل كونتان ديفيس كونت بيبير المعروف عند البروفيسيون ليبيرال ولكن عندو حق يحل كونت برك إذا كان يحل كونتان دولار ما عاش نجمو يحل كونتان دولار إذا كان حل كونت في البانكة إيكس ما عاش نجمو يحل كونت في البانكة إيجريك بيانسور من تحصيل حاصل لأنه معنوش أن الحق يحل حتى كونت البر اليوم هذي ديجا من المنع يعني المنع مثلا من أن المؤسسات الأوفشور في تونس تاخذ ديكريدي من عند البنوك التونسية المنع وأنه اليوم سيمشي يفتح مؤسسة البرة ومش منع وبلوتو يزمها بترخيص وبسقف يعني وين نمشيه في العمليات المالية متاعنا الكل نلقاه سقف مش نعطيك مثال صغير تعطيني تعرف الي اليوم في تونس وقت اللي أنا نمشي نعمل عملية تصدير سلع ولا خدمات لي أجنبي كما شنو الجنسية متاع كان ما يخلصنيش في ظرف ستين يوم ارتكبته جريمة صرف مدخل عليها الحبس مش أني أنا عملت عاملة السيد اللي بعتله ما خلصنيش نجم نجم شنو جريمتي جريمتي أنا ما خلصتش في الستين يوم هذي جريمة علش لأنه هي الفكرة في الول بالكل شكين تتقول إذا كانك أنت باعت سلع لبرة وما خلصتش يعني ثم شكك به أنك خلصت لبرة فنحن اختصرنا الموضوع قلنا رو مدامك ما خلصتش مدامك ما خلصتش فأنت مخالف كما هكت كنت تذكر اليس والتعاملية والك الحكاية متاع البطو يلزم نصدره فوق بطو يعني هذه الانتربريتاسيون الضيقة متاع القانون في تونس اللي هي قاعدة تخلص فينا بارتو كما مثلا اليوم أي جريمة متاع صرف في تونس نربطوها مباشرة بطبيض الأموال هذا مشكل كبير ياسر مش مشكل كبير ياسر بربي نحكو فيه شوية الفكرة شنو إذا كان أنا عندي مشكل متاع صرف سيكون بربابلما أنا مجرم على خاطر قاعد نقوم في عمليات التهريب أي هذي هذي شنو لي شنو الميكانيزمات ضده شقو القانون فيه كيفاش كيفاش يتعاملها هو مو وقت نتحدث على جرائم كل جريمة عندها نص قانوني وكل جريمة عندها أفعال معينة تقول رانا عملنا الجريمة هذيك بح وقت الي اليوم يشري دار البر هو تونسي مقيم في تونس ولا يمشي يفتح حساب البر وهو مقيم في تونس هذي تعتبر بالقانون جريمة كبيرة جريمة جريمة كبيرة إذا كان هالتونسي هذي يشتغل على من أمريكا لدبي لفرنسا كذا يستحق أنه يعمل دار في بلاسة منهم ولكن وهو يدخر في فلوسه بالدوفيز ولكن هو يسكن في تونس اختار أن يسكن في تونس ويربي يصغيره في تونس ويربي يشري دار شنو الجريمة اللي عمل هي جريمة صرف هي مخالفة لمجلة الصرف التونسي هل أنه قام بتبييض أموال هل أنه مش عمل ما يعني تبييض أموال تبييض أموال معناها تحصلت على أموال بطريقة غير مشروعة وستعملتها وغسلتها حاولت ندخلها للمنظومة في الدورة الاقتصادية بطرق معينة بخزع بالات بتكنيك معينة هل أني أنا كيشري الدار ولا حالية حساب البرة واخذيت كارت بونكير لأني وقت اللي نمشي في بعض المدن في العالم وقت اللي نمشي نحب نشري تسكرام تامي ترو من نجم نشريها كان بكارت بونكير اليوم مرة أخرى نرجع للمطالب المؤسسات شنو طلبين منها المجال التصرف هذية جديدة شنو طلبين منها من آليات نتصور أنه هذا الكل ماشي تبدله مجال التصرف الجديدة لا والله يتنجم تبدله عليش إذا كان اليوم مثلا في تونس عليش نعمل وغير المقيم اللي يجي حل دي كونت في تونس مشكيمة المقيم التونسي اللي يخدم البر عليه شنو غلطي أنا خطرني أنا تونسي غلط رأو نبدأوا لهنين نحكي لأني أنا تونسي خطرت أني نقيم في تونس نولي غلط فهمت عليش اليوم مثلا بش بش نمشي نحل شركة البر يلزم نعمل مطلب شركة بمليون رأو يلزم نعمل مطلب ونستنى الجواب من عند البنك نستنى الوطوريزاسيون اللي هي تنجي مجي في نهارين كما ما تجيش كما تقعد سنوات وما تجيش وما نعرفوش عنش مجيش عليش اليوم أنت مستثمر أجنبي يجي لتونس أنت حاشت كبير بش يجي تطلب منه بش يعمل في ذرف عشري إذا كان ما يعمل هاش الديكلاراسون دينفستيسما هذيك لا ينجمش يخرج لديفيدان متاعه وغدوة ولا كان يبيع من الجم يخرج به علش ما نقولوش اللي راوي نجمو نثبته أنه هو استثمر في تونس بأي طريقة علش هالفورماليزم هذي الفورماليزم اللي توا موقف الدنيا اليوم فما تأكدتم كبير الحقيقة بخصوص المسروح هذي نعمو شوية في الناشح اللي عنه هو كلام السيدة وزيرة المالية وكلام هذيها في اكسبريس لكن في الخر لا الخطوط العريض هي تكلمت على بعض المحاور منها محور ولا مفهوم الاقامة مفهوم الاقامة هذا مهم في علاقة بقانون الصرف عليش مهم عليش مهم لأنه إذا كان مقيم في تونس طبق عليك مجلة الصرف بحذيفيري ها بالماش إشكاليات اللي كنا نحكي عليها مجل يعتبر مقيم في تونس كل طالب تونسي يقرأ البر وقت يبدأ طالب تونسي هو يقرأ البر وهو معتبر مقيم حسب مجلة الصرف في تونس ما عندوش الحقي حل البر كل طالبات يقرأ البر حسب مجلة الصرف التونسية هم مخالفين أجنبي أجبتوا تونس وحبها وجاء ونحن نحب الناس يجيوا لهنا لتونس ويقعدوا يستثمروا ويسكنوا ويشريوا الديار ويعملوا الاستثمارات إلى غير ذلك عمل إقامة عمل إقامة في تونس إذا كان يولي معتبر مقيم في تونس ما عادش عندو الحق يملك حتى شيء برة إذا ما يبيع أملاكو برة لكل لأنه هو لم يقيم في تونس نحب اليوم في تونس نشجع السياحة متاع الترازية المسنين علش لأنه ربي يعطينا نعمة كبيرة في تونس نعم 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 الشميسة والطبيعة الباهية والمكلاب والبحر والتونسة الباهية إلى غير ذلك الأجنبي هذية ولكن يجي لتونس خطره رجل كبير ويزم يعدي يشتشر إذا يعدي أقل من ستة شهور كان يفوت ستة شهور بالنهار معش نزول مطاع يزول بلا صخرة وهذا ذيش قاعد يصير نزول بفردة وذيش قاعد يصير وذيك عليش هذا مخلف مشاكل كبيرة على خاطر شي يعملوا ومكبار في السن يجيوا لهنا للريتريت يلزم يخرج قبل ستة شهور ساعة مرض ساعة من الجمش ساعة من الجمش جنيرال فمشكون عنده معناها من عائلته ومشكل متعصر وسيد هدايا اللي جالي أنه هو رجل كبير ومسن مطالب مدام وكان ولا ريزيدان في تونس يلزم يبيع أبل يأكل بره ويجيب فلوسها لتونس الإقرار مبدأ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفعات المالية بين البلاد التونسية والخارج ماذا معانا؟ كي تقول مبدأ تحرير بعض التحويلات دونك انفان تكون تكون سيركولاتي لبر بيش تقعد الرخصة في بعض العمليات هو راو بيش نحاول نكونوا متوازنين شوية في رأينا هو نحن في تونس كيف نسميوها بالعربية؟ العملة الصعبة لا الصعبة جدا عليش صعبة مش سهل بيش نجيبوها إذنك مدام هي مش سهل بيش نجيبوها مخرجوش مش سهل بيش نفرضتوا فيها زدل لأنه بالحق مستحقوها وثم تخوف وتخوف مشروح مشروح مقارنة وأنه وقت اللي تم الفتح متاع الحدود فر 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 ونس كل هزة تفوسها ومشيت مع العالم وأنه رافي تونس اللي حب يعمل فر فر قعد يعمل فيها بطرق أخرى والحلول موجودة قعدت كان المؤسسة تونسية منظمة اللي ما تنجمش تعمل فر فر الباقي كل يعملوا فيها يعني التخوف موجود ولكن اليوم عليش ما نقلبوش نحنا الماينتسيت متاعنا نعملوه العكس نحنا ما نقولو كل شي ممنوع إلا 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 ما فيه عمليات تعتجوزات إلى غير من بين المقترحات اللي عملوها برش عبيد وخاصة توليا سيو خدمت على خدمة به برشة في المجال إذا تقول لك عليش منع تبرش ما نواليش نعتمد الرجل المؤسسة التونسية المعتمدة في الصرف شو معناه معناها مدامي هي أثبتت حسن النية بتاحها ورقها مريقلة ما عندهش سوريك خايب البيتروها بتاحها نظيفها عندها ما يثبت أنها قاعدة تشتغل في ميدان يعني قانوني وجدي وإلى غير ذلك عليش في كل مرة نحاود رجاح تخذ هذا موجود في النقاط اللي تحكي فيهم سيدة الوزيرة وقت تقول إحداث صيفة متعامل صرف معتمد لتمكن شركات تونسية لإنجاز التحويلات إلى الخارج على درس شركات الناش على فاست تراك وإلى الناس اللي لباس أنا نسهل لهم ونعرف اللي هما لباس دونك كل كبار الماينسات يتبدل معهم أنا نعرفك مريقل دونك أنا نخرجك من رادار متاعي كونش كان اخرجت لي في الرادار وهذا يناجم لا مسالش تخرج في الدار في الرادار تتحاسب حتى مشكل أما من الأول نصبقه على الأقل نصبقه حسن النية ونصبقه أن المتعامل التونسي متعامل قادر أنه يحترم القانون يحب يحترم القانون السماح بالتعامل بالأصول المشفرة تطوير منظومة الصرف اليدوي لكن هذا بشي غير حاجة للتوينسة بشي غير بتبيعة مش للتوينسة الكل ولكن كنقولوا مثلا المشفرة اللي هما نحكيوا لبيتكوين وهذا بشي غير الأجيال المتاع للشباب متع تونس اللي هو قاعد قاعد يتعامل بها ولا يحب يتعامل بها قاعد اليوم شباب كبير يسر قاعد يخدم بالعملة تذية مؤسسات تونسية قادرة أنها تتعامل بالبيتكوين لأنه ثم ناس اليوم تخلص بالبيتكوين ثم معاملات رأوا ثم عملة كاملة عملات كاملة سوق كاملة في العالم أحنا في تونس اليوم الغوغل والات مثلا ممنوعة في تونس اليوم فكرة أنك تعمل المينغ نمنوعة في تونس الفكرة المينغ اللي هي المينغ يمكن أنك أنت تنتج بتكوين عن طريق عن طريق المينغ هذا الكل اليوم ممنوعة في تونس وفي مجيل قاعد يتبع وفي مجيل يقول يحلي شوي هاي جوي نحيانا البيبائل مشكل البيبائل البيبائل يطلب منك أنك أن구� أنت يقول كيما أنا نخلصك أعطيه الفرصة أنه هو يخرج فلوس وهذا فيه مشكلة كيما كيما تواعنا بعض الماركات الخرين نحبش نسميهم اللي مداما موجودين في تونس اللي هو ما تنجم تقبل بيهم فلوس من البرة ولكن ما تنجمش تبعث تبعث بيهم فلوس للخارج وهذا يخلق مشكلة اليوم سنقول أنا يا سيدي التونسي وغدوة مثلا يحب يمشي على موقع يشري من عرشان قطعا كرهبا ولا يشري مش ممكن بالدريز مش ممكن سالشانك هو ينجم يجيبها بطرق أخر يجيب فيها في النوار يجيب فيها ياما في النوار ياما ثم يكون قاعد يجيب له فيها حتى في تونس ولكن هو راو كما قلت الإشكال أكثر موجود عند الناس اللي هي عندها العملة الصعبة قادرة أنها تجيب العملة الصعبة لأنه فكرة وأنه التونسي اللي يسكن في تونس ما يزموش يحول دينارات للعملة الصعبة ولا نحدو منها نجمو نفهموها شوية نجمو نفهمو أنه راو زيدا واو هي سفري ستلف دينار في العام شوية راو ما قدلت طوام عاش تعمل حد شي كيما لفيها شوية زيدا وتنحكي عليها لفيها نحكي لك عليها أما التونسي اللي قاعد يجيب في فلوس من العملة الصعبة يجيب لك فيهم من البرة قاعد يخرج ويمشي يخدم ويجيب لك في عملة صعبة وقت اللي أنت تعمله القدر هذي الكل من التذكير شنو بش يعمل قاعد أنت تلز فيه بش هو يخلي فلوسه البر يعني الفكرة يزمها رايت تقلب كومبليت مارا وإذا كان التونسي يعرف اللي هو قادر وأنه ينجيب يجيب فلوسه والتونس ما عنده حتى مشكل هراببش يجيبهم الأنسي الوهيبي نحكي وكلمتين على اللوكاسيون توريستيك ونتعديه للبروتكسيونيزم نتعديه للفكرة الحمائية كيفاش يقابل بعض دولة اجتماعية مع حمائية مع فكرة حرية العملة هذا اليوم المغرب تكلمت فيه مثلا تقول ربما يقابلش بعضو يا جماعة ردوا بالكم شوية انسي جيم تنرجع له هذي شوية آخر اللوكاسيون توريستيك اللوكاسيون توريستيك توريستيك قلنا اللي هما ستة آلاف دينار اللي هما توا وليوا مبلغ ضيف يسر مقارنة بالتضخم اللي صارو مقارنة بغلاء الأسعار والنقص متع القيمة متع دينار التونسي البراراو نحكيوا على ستة آلاف دينار في العام اللي هما ما يعملوا حد شيء أما زيدا نحكيوا على اللوكاسيون مقارنة بالتونسي عندها الحق من فونكسيون ديو شفر دفير متاحهم رقم المعاملات السنوية متاحهم باش يخرجوا فلوس باش يشيركوا في معارض باش يعملوا عمليات تجارية باش يعملوا البروموسيون بتاع المنتجات متاحهم إلى غير ذلك وثم زيدا وين اوتوريزازيون أخرى ترخيص آخر وقت اللي واحد ياخذ مرشي البرة يعني تصور مؤسسة تونسية تمشي تاخذ مرشي في دولة شقيقة أو صديقة ولا دولة إفريقية ولا موراق الصحراء شنو نعملوا لهنا عنا نورمال مو باش نخرجوا فلوس باش ننفذوا هاك المرشي هذك ثم خلطوا اليوم في المصوص متاعنا خاصة اللي سيركولير دي البونك سنترال مبين لا فيا هذي ولا فيا هذي وهالخلط هذي موجود في بارش بلايس مثلا نعطيك مثال آخر ونمشيه للمغرب نصورك تقصد جيدة مش الدولة هكا ولا في تونس مثلا عنا الجمعيات الجمعيات ما عاداش الحق ت seamlessly يقول القاير والله مοςامش Party جمعية تونس هيا تونشت في تونس ما عنداش الحق لعمل نعمل ولكن عنا عديد الجمعيات اللي هي تشتغل على الاقليم مش كان على تونس برك عنا برش جمعيات موجودة في تونس تشتغل على ليبيا تشتغل على المنطقة بصفة عامة يجب أن نجيب على سؤال مهم ياسر حشنا بهم هالجماعيات شفت كيفية شو كلها أسألة دور دور وتعطينا تقريبا ما هي الاقتصاد التونسي أنت أنا اقتصادتها اليوم فما هتنقول عنوين كبرى قاعدة تقال اقتصاد اجتماعي تضامني حماية زادة للمنتوج التونسي وإلا الآن التقليص في كل الحالات من استعمال العملة الصعبة بالرغم أنه نحن عاجز طاقي كبير بالرغم أنه نجيبه لزنتران منتع الدويات بالرغم أنه نشريه في الحبوب بألف المليارات وأمنا من التحدي هذا هذا هو التحدي الأساسي هو اليس نحاول نجاوب عليهم السؤال الأول هو ما يتعلق بالمنويل الاقتصادي والسؤال الثاني ما يتعلق بالهدف من أنه نغيره قانون ولا كيفيش لبروش نغيره بها القوانين بالنسبة للمنويل الاقتصادي أنت اليوم عندك منويل تنمية تعمل في سنة 2023-2024-2025 يعني هذي منويل اقتصادي رسمي تبنته الدولة التونسية لا نحكيه على شيء يمتعنا هذا المنويل الاقتصادي اللي حكي عليه وزارة الاقتصاد عملته وتم إقراره من الحكومة التونسية عنا رؤية لتونس في سنة 2035-2025 عنا عديد التقارير الرسمية التونسية اللي تتحدث على تموقع تونس في المنطقة متاحها في تموقعها كدولة سنترال متاع إيشانج تبادلات تجارية عالمية تونس اللي ديما نقوله تونس بواب التفريقية تونس هرب في الصناعات الخفيفة في الخدمات ولكن للأسف الشديد هذا خطاب ما نسيت كامل قاعدة تكتب برشورات قاعدة أدبيات بضبط كلمة اللوجة عليها الأدبيات قاعدة تتقال ولكن الممارسة من ناحية أخرى ممارسة بعيدة تماما على هذه مشكلة مشكلة كرحبات جمش تمشي تروازيين ومارشريين فرد وقت اختار اختار لازم نختار وفي وقت من الوقات لازم نختار وشنحبو نعمل بالضبط سنون نطيحوا في الميثود كوية كالواحد يبدو يقول في الحكاية اللي يصدقها أحنا نقول لك تونس بواب التفريق تونس بنا نعوده فيها نعوده فيها ونبعد بيش بنهم معامليات بنا تونس عندها برشة كفاءات برشة كفاءات وقاعدة تبيع للعالم الكل بيش قاعدة تبيعه وحتى كي يبيع من يجي يجيب فلوسه وعنده برشة مشكلة بيش يجيبهم ولا بيش يتمتع بهم كي نجيبهم لكن الفكرة هذية زادة أنيس وهابي اللي تقول أنه أحنا منعنا زادة عمناول وعمناول بتحويلات التونسة المرجوين بالخارج دون تحويلات تتحول إلى دينار تونسي قاعدة تتحول إلى دينار تونسي بتبيعه هما التونسة يصرفوا بالدينار يعني عنا ثمانية مليار دينار قاعدة تتحول عمناول ونتمنيه حتى سنة أكثر من هذوما قاعدين يجيوا هما رووا التونسة اللي في الخارج كي يبعثوا فلوس يمر عائلاتهم ولا هو يبعث بشي خبي فلوسه في تونس يجيوا يحطهم لهنا يزيدوا في الريزيرف بتاعة تونس ولا يحطهم بالدينار هذا يعاون اللي حاش نبيه أكثر من هكا الاستثمارات الخارجية اليوم احنا حاشنا بيه برشا بيش نعملو بيه تغطية للعجز الهيكلي للميزان التجاري التونسي احنا اليوم فما إيجابات لازم نتجي من عند الدولة التونسية ومن عند المشارعات التونسية وثما إينا بروش جديدة إذا ما تعملوا هذي نقطة ثانية اللي حبيت نحكي عليها انتي اليوم كي تعمل قانون اللي شكون تعمل فيه هل أنه تعمل فيه للدولة الدولة تعمل فيه الروحة ولا تعمل فيه للمتعاملين الاقتصاديين في البلاد إذا كانك تعمل فيه للمتعاملين الاقتصاديين يلزمك تعرف تعمل لبروش لبروش كليان يلزمك تتلفت لهم لهم هما تسمحهم تشوفهم هما شنو اللي محتاجين وتعمل قانون اللي يستجيب لحاجيتهم هما مش لشاهوتك انتي ولا انتي شنو تتخيل هو يحب سؤال أخير أنيس الوهابي غضوة في الايام يخرج القانون بش نمشي ونتبتو هل بش يخرجنج واستمام العزلة هذه الجغرافية العالمية أيوة إلا لا إن شاء الله يخرج الساعة خنشوفوه مع العالم اللي يراؤه له هنا والله نحب نحيي وزارة المالية على حاجة عاملتها موهمة ياسر واللوم عليها في حاجة نحييها لأنه المشروع عذية من عام 2016 نتحدث وهو راقد وقت اللي اخذيته وزارة المالية في يدها على كل حال هنا لحظنا اللي هو تحرك اللوم اللي هنا الصغير كنتي عندك قانون خرشو 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 اخي احنا ما عايشين معاكم في البيت خرنشوفو خرنعطيو رأينا يا سيدي نشوفوه ما نعطيوش رأينا أنا ألتزموا رسميا اللي هنا كي يخرج القانون معا شتكلا أنا لا ألتزم أردوا ما يخرج مشروع قانون حطوه تحت المجهر ونحن نفهم مع بعضنا دولتنا شتحب تعمل ولا دونك اليوم يا جميع فما مشروع لقانون صرف جديد نجم يمس فئة كبيرة من الشعب التونسي لكن في نفس الوقت هو ضيق شوية لكن يتحط زادة في سلسلة من القوانين منها مجلة الاستثمار ولا غيره اللي نجم لازم يكون فيهم تناسق بين بعضهم مش غدوة في الأيام وقت اللي تستثمر تبدأ متهني على الترسان القانونية هذا ما زلنا زادة حاجتنا بكلمتين نخلي كلمة الختام كلمة الختام باش نعاود اللي قالوا ماهر توتالير في الساعة الأولى ما يكفيش أنه باش نعملوه القانون يعني احنا نستنعوه في قانون وفرحانين باش يخرج قانون جديد ولكن رو ثم ما أكبر ياسر من القانون اللي هو المتعامل الاقتصادي باعتبار وأنه هو لك اليوم تعنا وهو المستفيد الحقيقي والمواطن هو المستفيد الحقيقي من اللي قادرين نعمل وين وين لازم يكون لازم يكون علاقة فيها الفوز للجميع حتى كتكون وين برك المواطن يربح ميسيلش شكرا لكم على استماع شكرا لنسوهي